أهلا بكم في دلالة واضحة أكيدة على سيطرة المقاومة الشعبية والحكومة الشرعية على الأوضاع في عدن بشكل كامل وصل رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح إلى عدن مؤكدا عودتها إلى أحضان أهلها ليغادر بعد جولته التفقدية معربا عن البدء بإعادة الإعمار ورجوع مؤسسات الدولة المزيد في التقرير التالي وصلت قوات المقاومة في محافظتي أبيان ولحج تقدمها في مختلف محاور القتال فبعد أن تمكنت خلال الأيام الماضية من تطهير محيط عدن من الجهتين الشرقية والشمالية وصلت التقدم شرقا باتجاه مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان والتي سيتم اقتحامها خلال ساعة بحسب قيادة عسكرية في المقاومة إلى لاحج حيث جرت اشتباكات عنيفة على مشارف المدينة الخضراء بين المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية مصادر في لاحج أكدت أيضا حدوث اشتباكات وصفت بحرب شوارئ حقيقية داخل مدينة الحوطة عاصمة محافظة لاحج بين مقاومين من أبناء المدينة والمعتدين الحوثيين المسيمير بالقرب من قاعدة العنة تصدت المقاومة لتعزيزات عسكرية قادمة من تعز مقاعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وبعيدا عن المعارك تعيش مدينة عدن ابتهاجات النصر على واقع عمل دعوب يسابق الزمن لإعادة تقييم الدمار الذي لازلت فصوله تتكشف والبدء من ثم بعملية إعادة الإعمار العدنيون ينتظرون أن يستمرون صبرهم وجلدهم ومقاومتهم للغزاة غدا أفضل ويتطلعون بعين الأمل إلى أشقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي مؤمنين عليهم الكثير بعد أن تخلصت عدن من الحوثيين وقوات علي عبدالصالح بفضل صلابة أبنائها وتضحياتهم ومقاومتهم لتلك الميليشيات ههي المدينة وأبناؤها ينتظرون بشغف أن تتوجى تلك التضحيات بعملية إعادة إعمار شاملة فيما تواصل المقاومة تطهير المحافظات المجاورة كلح جوابيا في قناة الإخبارية صلاح بالأخبر ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من القائرة دكتور وحيد عبد المجيد المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومن اسطنبول عبر الأقمار المحرر السياسي اليمني ياسين التميمي وأبدأ معك سيد التميمي حدث وصول نائب الرئيس اليمني إلى عدن ومغادرته إلى أي حد يمكن اعتباره انتصارا للشرعية ضد المتمردين من أتباع الحوثي والمخلوع صالح وكيف يمكن أيضا رصد انطباعات الشارع اليمني وهو يستقبل نائب الرئيس اليمني الشرعي في عدن المحررة بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد عودة نائب الرئيس رئيس الحكومة إلى عدن أثرت موجة كبيرة من الارتياح في أوصف اليمنيين وانتعشت الآمال وارتفع منسوب الثقة بمستقبل أفضل في اليمن عودة ثاني أهم مسؤول في اليمن إلى عدن هذا يعني أن عدن بادت تعيش أوضاعا طبيعية وكان الجميع يأمل ويتمنى أن يبقى نائب رئيس الجمهورية في عدن ولكن ربما لأسباب بلوجستية أو فنية تتعلق بإقامته قرر العودة إلى الرياض لكن نائب الرئيس وصل إلى عدن وطاف في عدن وفي أرقاء عدن وزار المستشفيات وتفقد الجرحة والتقى بالناس وعطى انطباع كامل بأن عدن أصبحت في حوزة الحكومة وأن الحكومة موجودة في أرفع مستوياتها في عدن وتمارس صلاحيتها من عدن هناك العديد من الوزراء هناك مسؤولون رفيع المستوى في عدن موجودة من قبل وهناك وزراء أيضا سابقون في عدن من الذين اصطحبوها من نائب الرئيس رئيس الوزراء إلى عدن هذا يعني أن عدن اليوم باتت آمنة ومستقرة وستشكل منذ الآن فصاعدا قاعدة انطلاق للحكومة الشرعية لمواصلة العمل من أجل تحريض بقية المحافظات وإدارة عملية الإغاثة من محافظة عدن والإشراف على شؤون الدولة الحكومة اليوم تمتلك ورقة رابحة بوجودها في محافظة عدن الحكومة اليوم تقول أن اليوم موجودة في اليمن وأدير الشؤون اليمن من داخل الأراضي اليمنية الحجة التي كانت دائما يتذرع بها الإنقلابيون سقطت هذا اليوم بوجود أرفع مسؤول أو ثاني أرفع مسؤول في اليمن في عدن عدن اليوم تتجه بشكل كبير نحو التطبيع وهذا يدل على أن العملية العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي تمشي بالاتجاه الصحيح وتحقق متائج كبيرة وهذا يعني أن التحالف العربي يحظى بثقة وأمل اليمنيين الكبيرة لكن سيد تميمي إلى أي حد سيعطي هذه الزيارة لنائب الرئيس اليمني إلى عدن المحررة زخما وروحا جديدة للمقاومة الشعبية للسمرار فأيضا تحرير بقية المناطق على الأقل بالمحافظات المحاذية لعدن تعز وأيضا الضالع وشبوة وأبيان اليوم طبعا الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية دخلوا بزنجبار وسقطت عاصمة محافظة أبيان محافظة لحق تكون بالكامل اليوم ما عدا قاعدة العاد الشبه المحاصرة اليوم من جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هل تسمعني؟ نعم أسمعك أكمل مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج استعيدت هذا اليوم زنجبار استعيدت الضالع أصلا عاصمة الضالع ومعظم أنحاء الضالع أصبحت محررة المقاومة في محافظة تعز تحقق تقدم كبير جدا خصوصا بعد وصول كمية من الأسلحة الحديثة إليها تقريبا الجبل الصبر الذي كان يشكل ورقة رابحة بيد الإنقلابيين سقط استعيدة بالكامل وتم تحريره ولم يبقى إلا موقعا في قمة الجبل محصور جدا وسيسقط ربما هذه الليلة أو غدا وبالتالي فأعتقدنا الآن أن المؤشر منحنى المقاومة والجيش الوطني والدولة يرتفع بشكل متسارع جدا ومنحنى النفوذ الإنقلابي ينحدر بشكل كبير جدا وهذا يدل على أن المهمة نجاحة الحمد لله طيب أتحولي القائرة أيضا أشرك من هناك دكتور وحيد عبد المجيد كيف تراقب الوضع أنت من الخارج كمشاهد هل أن منحنى المقاومة والشرعية في اليمن يرتفع كما أشار ضيفي من إسطنبول المحل اليمني أستاذ ياسين التميني خاصة بعد الحدث الأخير زيارة نائب الرئيسي لعدن نعم هذا واضح وبصفة خاصة في الأسبوعين الأخيرين أو الأسبوع السلاسة الأخيرة حدثت اختراقات عدة تدل على أولا أن القرار السياسي بإنقاذ اليمن وإعادة الشرعية إليها كان صائبا وبخلاف كثير من التقديرات التي ذهبت إلى أن هذا القرار لن يؤدي إلى نتيجة وأن القوات التحالف العربي ستغرق في مستنقع في اليمن الآن يتأكد أن هذا القرار كان صائبا يتأكد أيضا أن القيادة العسكرية للعمليات الميدانية على الأرض التي تخطط وتوجه المقاومة الشعبية والمتطوعين وغيرهم من القوات التي تشارك في تحرير المناطق الجنوبية هذه القيادة تمتلك مهارة واضحة كانت غائبة في كثير من التقديرات نحن نطلع بشكل مستمر على ما تنتجه عديد من مراكز الأبحاث في العالم وكان الاتجاه الغالب في مراكز الأبحاث الأمريكية والأوروبية الكبيرة هو التقليل من شأن عصفة الحزم وتقديرات متشائمة حول نتائجها المتوقعة حتى سبيع قليلة جدا يعني قبل تحرير عدن أو استكمال تحرير عدن بأيام قليلة صدر تقرير عن مركز من أهم هذه المراكز وهو مركز معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى وشارك فيه أكثر من خبير ونوقش فيه جلسة كان فيها بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين في الشؤون الخارجية والأمن القومي على رأسهم مارتين إنديك وكان الاتجاه العام هو أن هذه العملية لن تؤدي إلى نتيجة وأن اليمن ستظل في حرب يسمونها حربا أهلية ويتغاضون عن الطبيعة الواضحة للصراع في اليمن والصراع على اليمن أنها ستستغرق سنوات طويلة ودائما كانت هناك تشبيهات ومقارنات الحقيقة ليس لها أساس لدى من يعرف ما حدث في معارك الستينات في اليمن عندما تدخلت القوات المصرية وما يحدث في عاصفة الحزب هذه المقارنات أدت إلى نتائج مضللة في كثير من تقديرات المواقف والأوراق التي كتبت عن هذا الموضوع في عديد من مراجز الأبحاث الآن يتأكد أنه كان قرارا سياسيا صعبا أنه لم يكن ممكن أن يظل العرب مستسلمين أمام التمدد الإيراني وأمام سقوط بلادهم بلدا بعد الآخر في يد إيران وأن يتعودوا على ذلك ويتعاملوا مع التوسع الإيراني في المنطقة كما لو أنه قدر مفروض على العرب أن يستسلموا له ولا يستطيعون منه فكاكا الآن بدأ العمل الأكسي العمل من أجل استرداد المنطقة العربية مرة أخرى وهناك ثقة الآن بعدما يتحقق في اليمن في قدرة العرب على تحقيق مزيد من الإنجازات في مواجهة هذا التوسع الإيراني طيب سيد ياسين التميمي في إسطنبول ما حجم المخاوف التي يشير لها ضيفي من القاهرة من تحول الأوضاع في اليمن إلى حرب أهلية حتى بعد عودة الشرعية يعني ما مدى الجدية التي تتعامل بها الأطراف اليمنية في مرحلة ما بعد عودة الشرعية والتي بدأنا نرى يعني بداياتها الآن من تحرير عدن وعودة نائب الرئيس في هذه الزيارة الأخيرة أعتقد أن اليمن تجاوز عتبة الحرب الأهلية ولله الحمد الظروف الموضوعية السائدة في اليمن لا تؤشر إلى أن اليمن سيبقى في أتون حرب أهلية لأن معادلة القوى الآن انكسرت لصالح المقاومة والجيش الوطني وهذا طبعا بفضل الثقل العسكرية الهائلة الذي منحه التحالف العربي للحكومة ولدوره أيضا من خلال العمليات الجوية هذا يعني أن ليس هناك ما يؤشر على أن هناك تكافؤ للقوى داخل الساحب حيث أن هذا ممكن أن يؤشر إلى صراع طويل الأمد يمكن أن يسمى حرب أهلية لا اليوم هناك كما قلت انحدار في مؤشر نفوذ الإنقلابيين وهذا الانحدار سريع للغاية هم يفقدون إمكانياتهم يفقدون إمداداتهم مخازن السلاح يفقدون حتى التأييد والحظن الشعبية لأنهم لا يخسرون فقط في الميدان وإنما يخسرون سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بجملة القرارات والإجراءات التي يتخذونها كسلطة أمر واقع في العاصمة صنعا هذه الأشياء كلها تفقدهم الحظن الاجتماعي والتأييد الشعبي وبالتالي اليوم التوجه إلى استعادة سلطات الدولة والوقوف إلى جانب الدولة المقاومة كما قلت هي الآن في تصاعد مستمر وانتصاراتها لا تتوقف إذن لا مخاوف من حرب أهلية هناك مسؤولية وطنية كبيرة لدى الأطراف المتصارعة في اليمن الجميع حريص على أن يبقى اليمن موحدا وأنا أعتقد أنه الطرف الأكثر الذي دائما يدفع باتجاه انفلات الأوضاع وإثارة النعارات المناطقية والطائفية والمذهبية هو الطرف الإنقلابي لأنه يقتات على هذا النوع من الأفكار ويتمنى لو يستطيع أن يجر اليمن إلى حرب من هذا النوع لكن هذه الحرب لم تعد ممكنة الآن التحالف العربي لا يمكن أن يقبل بأنصاف الحلول لا يمكن أن يمشي إلى منتصف الطريق ثم يعود ليس من مصلحة التحالف العربي ولا الحكومة الشرعية المصلحة أقصد الاستراتيجية والحيوية أن يقف الجميع في منتصف الطريق ليس هناك من خيار آخر سوى المضي في عملية عسكرية حاسمة تعيد العاصمة صنعة إلى حضن الدولة وتعيد الدولة إلى البلد بشكل كامل ويمضي الجميع في طريق التسوية السياسية واستنادا إلى المرجعيات الأساسية المبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الرياض وقرارات الشرعية الدولية وهذا أمر واضح للغاية ليس هناك أعتقد من منفذ أو من مدخل لأي حرب أهلية كما يخطط لذلك لأن أعتقدنا أن أكثر شخص يتمنى الحرب الأهلية اليوم هو المخلوع علي عبد الله صالح وزعيم العصابة الحوثية لكنهم لن ينانوا هذا الطلب أبدا لأن اليمنيين سائموا الاستمرار في دوامة العنف والصراع يحرصون على السعادة الدولة في أسرع وقت ممكن طيب دكتور وحيد عبد المجيد في القاهرة منذ عاصفة الحزم والآن في عملية إعادة الأمل كيف تنظر إلى طبيعة تعامل المواطن اليمني أيضا مع هذه الوقفة العربية واضح أن هناك إصرارا عربيا على تحرير اليمن والعزم على وقف أي تدخل إيراني في الشؤون العربية وهذا يلمسه أيضا المواطن اليمني في الفترة الحالية كيف تقرأ هذا الإصرار وآثره على العالم العربي والشعوب المتضررة من التدخلات الخارجية اليمنيون الحقيقة ضربوا مثلا في المقاومة وفي مواجهة هجمة تعرض لها اليمن وسندوا قوات المقاومة بشكل واضح رأينا في الأيام الماضية كيف ارتفعت الروح المعنوية للمواطن اليمني وأصبحت المشاركة أوسع نطاقا بمختلف أشكالها بما فيها تقديم العون للمقاتلين ورفع روحهم المعنوية ينتظر المواطن اليمني الآن من الدول العربية القادرة عموما عملا سريعا في مجال إعادة إعمار عدن والمحافظات القريبة منها التي بدأ تحريرها وربما نشهد اختراقات في هذا المجال خلال الأسبوع القادمة هذا التطور يضع على العرب عموما مسئولية ربما تكون هناك حاجة إلى مؤتمر سريع جدا لإعادة أعمار اليمن بشكل عام وليس فقط عدن لأن المهمة ستكون كبيرة مع هذا الإنجاز ومع التقدم الذي سيتحقق في مناطق مختلفة من اليمن مهمة إعادة الأعمار ستكون كبيرة وتحتاج إلى عمل واسع النطاق وإلى حجد الموارد من الآن ربما تستطيع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي المتعاونة في هذا المجال أن تقوم بالمهمة الأساسية في إعادة أعمار عدن الآن بسرعة لكن فيما يتعلق باليمن على نطاقه الواسع والمتوقع خلال فترة أقصر مما كان مقدرا بكثير أن يتم تحريرها ستكون المهمة كبيرة وسيكون المواطن اليمني في الحقيقة في انتظار ما سيحدث لأن حجم الضمار الذي نتابعه فيما يتاح لنا من معلومات الحقيقة تظل قليلة مقارنة بما يحدث في الواقع وخاصة في المناطق التي ما زال الحسيون وقوات المخلوعة صالح يسيطرون عليها أن حجم الضمار شديد وهائل وكبير ويحتاج إلى موارد ضخمة لإعادة الإعمار لتقديم نموذج بشأن ما يمكن أن يفعله العرب في لحظة تحول في موازين القوة ليس فقط في اليمن ولكن على المستوى الإقليمي هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي تتصد فيها قوة عربية وأن يتخذ قرار عربي شجاع في لحظة حاسمة بالتصدي لهذا التوسع وبالتالي ينبغي أن يكون اليمن نموذجا يشجع على المضي قدما في هذا الاتجاه المنطقة في مرحلة اضطراب لفترة طويلة قادمة ونحتاج إلى تقديم نمازج مضيئة ملهمة فيها تؤكد قدرة العرب ليس فقط على إنقاذ بلادهم من التوسع ومن الغزو ومن الاحتلال ولكن أيضا على إعادة بنائها بشكل صحيح شكرا لك دكتور وحيد عبد المجيد ابقى معنا للمشهد التالي وأشكر من الإسطنبول المحرل السياسي ليمن يا سيد ياسين التميمي التميمي